موسيقى صباح الخير أفن صباح الخير أستاذ كرم خلينا في البداية نعرف بدايتك في كتابة الشعر إمتى بدأت تكتب الشعر والله حضرتك وأنا في الإعدادي زمان كنت بأخذ الكتاب أنا من قرية رفية أريافي يعني من المنوفية كنت بأخذ الكتاب أطلع في الغيط أذاكر فرع رشيد النيل الجميل كنت بيعود أذاكر وأثناء أن أنا زهوتي من المذاكرة وكده كنت ببص المنظر النيل ده كان يخليني أبدع وأكتب وخصوصا أن أنا وحداني ما ليش إخواته والوالدة والوالد متوفيين فكانت الكتابة في حد ذاتها هي أختي أخوية اللي أتكلم معها يعني البيئة المحيطة أثرت فيك أوه وخلتك تبدع في الشعر بالظبط أفن طيب خلينا أقول دايماً الشاعر أو اللي عنده موهبة في حد يبتشف هل حد اكتشف الموهبة بتاعتك ولا كان بداية فيه اجتهاد منك عشان تظهر الموهبة يا حضرتك الظروف بتاعتي طبعاً والفضل الأول طبعاً بيبقى يرجع للزملاء زملاء الدراسة الجران زملاء العمل بالأخص الزملاء العمل بيشجعوك أما أكون أتكلم بكلم مع زميل مثلاً ولقي زميل تاني جي وقف وزميل تالت جي وقف ورابع جي وقف فبيدوك دفعة تتشجع إنك تتشجع وتنتج وتبدع وعلى طول عندي ما بيخلص عمل بيبقى فيه ناس قريبة مني في الزملاء بروح أقول له أنا كتبت كذا إيه رأيك واحد اتنين ثلاث بيقول لي يعني يخرب بيتك إيه دا يعني بيبقوا بيتدوك دفعة فعلاً وبتحس بسعادة وأنت بتتكلم معه حد سمع شعرك في البدايات وانت لسه كده زي بتقول بيبدأ والبيئة اللي حوالي بتتحكم فيها وهي اللي خليتني يا أكتب يعني حد سمع كده متخصص شوية حتى عندك زي ما بتقول في الأرياف في البلد سمع كده وقالك فعلاً انت عندك الموهبة دي غير الأصدقاء وغير الأهل وغير الناس الموهيطين بيك في بيبقوا يعني في لي يا زميل دا كلية لغة عربية بيستعجب ازاي أنا بطلع الكلام ومش دارس هو مدرس له عربي ازاي دا هو بيستغرب فأنا دي موهبة من عند ربنا سبحانه وتعالى وأنا مقتنع أنها ملهاش علاقة أن أحضر مجستير ولا أخذ دكتوراه ولا هي بتبقى بالفطرة وموهبة ودلل على ذلك الشاعر نجم أحمد فؤاد نجم أحمد فؤاد نجم طيب خلينا نبدأ بقى معك كده ونسمع شيء من أشعارك الجميلة هتسمعنا إيه في البداية في حاجة بقول فيها أنا شاعر بكتب وبغني وبحس بجلبي لحزان وبداوج روحي ومستني تتحكلي مرة يا زمان وفرح وعيش يوم متهني بعد مطالبي الحرمان والدنيا والناس تسمعني وأشعاري كلها مكان أنا شاعر أنا شاعر بوجودي كياني وبقول لك مجروح يا زماني ريحني فين هو مكاني نسيني همومي وأحزاني يا طريق مرسوم ونداني يا كلام موزون يا طريق مرسوم ولجاني يا كلام موزون ونداني مش هيئس وهقول من تاني أنا شاعر مغمور لأماني أنا شاعر عايش أيامي أنا شاعر عايش أيامي بتمنى أشوف يوم أحلامي تصبح علم وعيش أوهامي والقى حقيقة مش في منامي ألقى طريق مفتوح قدامي هنسى ساعتها بجد همومي همسي الجلمي واجوم من نومي واسعد كل الناس بكلامي أنا شاعر أنا شاعر وبحب أتكلم واسمع برضو الناس واتعلم لكن جلبي ساعات يتقلم لما يشوف ظالم يتظلم لما الحكمة ترجها يضلم لما مواهب تموت وتسلم همشي يا جلبي وعمري ما هندم وهشي الورجي وهفضل أحلم هفضل أحلم أنا شاعر الله علي الله عزيزي بني عزيزي بعض الشعر أو كل الشعر يقولك أنا بحب أسمع لفلان بحب يعني أتابع الحركة الشعرية من خلال شاعر معين بعينه خلينا نعرف كده مين الشخصية من الشعراء اللي أنت بتحب التباحة تحب تسمع لها أو بالبلد كده إذن بيقولوا اتأثرت بيها والله أنا أنا بحب اللهجة الصعيدي بحس فيها بالجدية فلذلك أنا يعني بحب أسمع الشعر عبد الرحمن الأبنودي عشان كده زي أنا بيقولوا أنت واخد المنهج بتاعه بحب اللهجة الصعيدي لذلك فيه كلام تاني مش واخد فيه مش كاتبوا باللهجة الصعيدي يعني أنا كاتب حاجة بقول فيها جلبيتي دي كاتب واخد اللهجة الصعيدي فبقول فيها جلبيتي خلوها حكاية والكل شيء حد هاي عايزوني أخرج من توبي وبقولها بزيادة كفاي جلبيتي وعشيجها شبابي وهزيدها عمه وعباي ويربي كطر أحبابي والكل يلبسها معاي من الغير مني لفندية بيقولوا لابس جلبي أنا قلت وعي هريدي جلبيتي أصل العمودية جلبيتي جيمة وصعيدي وعندي ناس بتكون غي ولبسها بشوات ويا سيدي جاعدين في كرسي العضوي وعشان ما جامل الناس دي بيقول سلام ألف تحي من الغير مني لفندية بيقولوا لابس جلبي جلبيتي زينة ونسها كتير أو ليها هيبة أو ليها تقدير أو عشان نسيها ما جامها كبير البسها غني ولبسها فجير ومن كرم طيبة أهليها دايما حداهم بركة وخير حاجات كتير ناس تشهيها من جشطة زبدة حمام وفطير ودي لما عرفوا لفندية جريم ولبسهم جلبي جلبيتي أنا حاسس أن أنت من خلال أشعارك كرم بتحاول توصل رسالة معين يعني وأكيد كل شاعر لما بيكتب بيكتب عشان يقول رسالة أنا حاس أن أنت في كل شاعر بتقوله عايز توصل معنا هو حضرتك فعلا الكتاب أو القصيدة التي تنكتب أو الأغنية التي تنكتب لو ملهاش هدف تبقى ملهاش معنا يعني هل بتتأثر بالأحداث أنت قلت لي اللي خلاني أكتب هي البيئة ولكن الأحداث اللي بتمر بينا اتحكمت فيك طبعا حسيت أن أنا ممكن ناجي في يوم الأيام ما لقش مرتب ممكن ناجي في يوم الأيام ما لقل دنيا خربانة البلد بحلها المنطقة بحلها في خطر طبعا اتأثرت أنا حاسس أن مصر في سفينة مش مصر بس في سفينة المنطقة بحلها في سفينة سفينة دي حصل فيها فتحة لازم الكل يحط يديه الفتحة دي لازم تنسد وإلا الماء هتغرق السفينة بالضبط ده فأنا كتبت حاجة بخصوص الموقف الخطير طبعا اللي البلد فيه والمنطقة بحلها فيه طب قبل ما سمع منك شعرك بخصوص الأوضاع اللي بتمر بيها مصر عايز أسألك أنت اتأثرت بلون معين أو ليك ليه لون معين في إلقاء الشارعي يعني مثلا بعض شعراء يقول لك أنا تخصصت فيه الكتابة عن الهوى والعشق في شعراء يقول لك لا لا أنا أساسي هو الكتابة في الوطنية والكلام الوطن إيه اللون اللي أنت تماست فيه لا أنا مش حاجة مخصصة بعينها الحاجة اللي بحس بها بكتبها وطني بكتب حسية عاطفي بكتب الحاجة اللي بحسها بكتبها ما ليش لون معين وطني بس لا نفعش الشعر اللي بيبقى لازم الشعر بيبقى شعبي ممكن أكتب الشعر لازم يبقى الأحاسيس اللي بتطرق عليه أو حسها أو الظروف اللي بتحب لازم بيكتب أنت شايف أن الشعر لابد أنه نوع بالزبط يا فندي طيب عايز أعرف يعني ليه مش مهتم أنك تجمع كل قصائدك في دواوين جايز أنا في البداية في الإنترو قلت أن فيه ناس بتعتمد على تجميع القصائد في دواوين وجايز أنت مش من هوات المدرسة دي أنت بتحب تلقي أشعارك أنا أتكلمت معك قبل الهوى على الملأ في قصور الثقافة جايز أمام الناس وغل آخر ليه ما بتفكرش أنك تجمع كل أشعارك دي خاصة أنا سمعتها قبل الهوى معاك في دواوين يا الله يا فندي أنا حاطت نفسي في دايرة مغلقة ظروف الحياة وظروف الشغل أني بطلع من شغل على شغل مش في دماغي أو محدش وجهني كمان أن عشان أسلك الطريق ده أروح للمكان الفلاني أول فأنا بيكفيني أنك تبو زميلي بيسمعني بحس بسعادة وانتهى الموضوع لك ده بالنسبة لي يعني كنت عايز تقول شارع معين دلوقتي كنت عايز تتكلم عنه أو بالنسبة للخطورة البلد اللي احنا فيها والمنطقة بحلها فكتبت وليا مصر فوقي وحزبي من الأغطار يا مصر فوقي مش كله دول صوار مش كله دول حبوكي مش كله دول أحرار فيهم اللي حفظ أرضك وحارب لك لأغز الطار وفيهم اللي قبط باعك وعامل آه لنفسه سطار وفيهم اللي قطع وردك جنودك آه وعال إفطار وفيهم اللي قتل عزل جنود خدمة ومددهم وباستهطار وفيهم اللي تجر بيك وضلل آه كبار وصغار أسم ناسك أسم ناسك عمل فتنة وخلى الناس تتوه تحتار كأن نشطان لغع أولهم كأن نشطان لغع أولهم كأن نشطان لغع أولهم